بكم مجدداً مع ملوثات الأنواعها هناك العديد من الملوثات المائية لعل أشهرها الممرضات والعناصر الثقيلة والسامة والرسوليات والمغذيات أي الإثراء الغذائي فكما نرى أن بعضها كيميائي وبعضها الآخر في السياري وذكرت في فيديوهات بالتفصيل عن هذه الملوثات سنتحدث عن الملوثات المياه الصفحية وبالتحديد الملوثات الموادية Infectious pollutants لعل أشهر وأخطر ملوثات الممرضات المعدية التي توجد في أمعاء الحيوانة ذات الدم الحار ومنها الإنسان مثل البكتيريا والتفايليات والفيروسات ومن بين الأمراض التي تتقل عبر المياه الملوثة بهذه الكائنات الإسهال والديسنتاريا والكليرة وشل الأطفال والتهاب الكبد الفيروسي والتفوت خلال فترات الغطول الشديد يحذر خبراء الصحة من اقتراب من التجمعات المائية وذلك بسبب احتمال تلوث الماء الجاري بمسببات هذه الأمراض وإذا ما أثبتت الفقصات احتواء الماء على البكتيريا الغائطية تعتبر المياه غير صالحة للشرب نظرا احتمال وجود ممرضات أخرى معها هذا وقد أدت معالجة المياه العادمة والسيطرة على مصادر التلوث في كثير من الدول العالم إلى القضاء الممرضات في المياه السطحية وعادة ما يجري فحص المياه لبيان مدى احتوائي على الممرضات عن طريق ترشيح العينات المائية حيث لا تمر البكتيريا من خلال ورق الترشيح ثم تضاف سواء المغذية البكتيريا السمح لها ببناء مستعمرات خلال فترة 24 ساعة وإذا ما يعني خلال ورق الترشيح ثم تضاف سواء المغذية البكتيريا السمح لها ببناء مستعمرات خلال فترة 24 ساعة هذا من ترشيح العين وإذا ما تم بناء أكثر من مستعمرات تعتبر المياه غير صالحة للشرب ثانيا العادم المستهلك للإكسجين أيضا نوع آخر من الملوثات المياه عودا على بدء الملوثات المعدية لذلك نهن بالسلام عن التغوط في المياه الجاري أو التبول في المياه الجاري أو حتى تحت الشجر أو تحت الظل لماذا حتى إنه إذا الشخص أراد أن يستريح في الحار وكذا يريد أن يستريح تحت الظل لذلك إذا وجد فيها نوع من أشياء الكريهة يعني شيء غير مقبول وغير لائق فلذلك نهن بالسلام عن لماذا لما له من أهمية كبيرة لأن هذا الماء الجاري مياه السطحية قد يعني احتمال كبير جدا أن يكون مصدر سقاية للنباتات وستنتقل إذن هذه إلى النباتات الأمراض الموجودة في الغوط أو البول إلى النباتات ثم إلى الإنسان المستهلك لها وهذا لذلك كل يعني تعليم جاء من نبس السلام تعليم إلهي رباني ونبس السلام لا ينتق عن الهواء إذن هو له فوائد وقاية قبل العلاج عودا على بدء أيضا من أنواع الملوثات للمياه السطحية العادي من المستهلك الأكسجين يعتبر تركيز الأكسجين المذاب في الماء مؤشرا هاما على نوعية مياه السدود والأنهار وأيضا البحيرات والتجمعات المائية بصورة عامة ويؤثر في هذا التركيز الأكسجين الذي تنتجه النباتات الخضراء خلال النهار وعمليات تنفس الكائنات الخضراء والمائية ليلا ونهارا كما يؤثر في ذلك ما يذوب من أكسجين الهواء في الماء عندما تقود تداخلات بين الماء والهواء أيضا تؤدي إضافة بعض أنواع العادم إلى الماء مثل بقايا الطعام ومياه الصرف الصحي وروث الحيوانات إلى زيادة في استلاك الأكسجين من قبل المحللات وبالتالي إلى نقص في تركيزه هذا أيضا يعبر عن أثر دخول هذه المواد إلى الماء بمصطلح الأكسجين المتطلب حيويا بي أو دي يرمز له وهو افتصار بيولوجيكال أكسجين ديميند وهذا فحص لكمية الأكسجين المذاب الذي استهلكته المايكروبات الموجودة في الماء خلال فترة مقدارة خمسة أيام لتحليل المواد العضوية وهناك أيضا إذن هذا الفحص يؤدي إلى يعني معرفة نسبة الأكسجين المتطلب حيويا هل هذا صالح للشرب والاستخدام أم لا يعني النتيجة التي ستظهر أيضا هناك فحص آخر يسمى الأكسجين المتطلب كيمويا كيميكال أكسجين ديميند سي أو دي اختصار ويجري تنفيذه استخدام عامل مؤكسد لإتمام تحليل المادة العضوية في الماء وعلى الرغم من كون هذه الطريقة الأسرع إلا أنها تعطي نتائج ذات قيمة أعلى نظرا لتأكسد مركبات لا تتم أكسدتها عادة من قبل البكتيريا كم يمكن قياس الأكسجين الذائب في الماء مباشرة باستخدام إلكترود أكسجين أو من المعلوم أن كمية الأكسجين المذاب دي أو تعتمد على ديميند أكسجين تعتمد أيضا على عوامل أخرى غير الملوثات المذابة مثل درجة الحرارة والضغط الجوي والتهوية حيث يذوب الأكسجين في الماء البارد بدرجة أكبر من ذوبانه في الماء الدافر لذلك فإن المياه في فصل الشتاء عادة تحتوي تركيزات أعلى من الأكسجين الذائب منها في فصل الصيف أضف إلى ذلك أنه كلما زاد الضغط الجوي زاد ذوبان الأكسجين في الماء ومما هو أيضا جديد بالذكر أن المياه يجب أن تحتوي على تركيزات أعلى من 4 ميلي جرام ومكوليتر من الأكسجين لإستمرار حياة الأسماء